على الهواء مباشرة من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد عمر ماذا في التفاصيل حول هذا الانفجار؟ نعم الانفجار حصل في مدينة سامسونج في ميناء مدينة سامسونج في أحد خزانات الزيت في مؤسسة البترول هناك فتم إخماع الحريق من قبل فرق الأطفاء وحسب تصريح قادم من ولاية مدينة سامسونج من والي مدينة سامسونج أكد أن الحريق نشب بسبب ارتفاع في درجات الحرارة في الخزان الذي تم فيه الحادث ولا يوجد حتى الآن إصابات بشرية ولا يوجد خسائر مادية سوى الخزان الذي تم فيه الحريق وكما ذكرت لما إخماع الحريق ويتم حاليا البحث عن أسباب هذا الأسباب التفصيلية لهذا الانفجار لكن استقراءا للبيانات الصادرة عن المسؤولين في سامسونج عمر هل يبدو الأمر عملا تقريبيا متعمدا أم له علاقة ربما بخيل التقني أو خطأ بشري هو الذي أفضى إلى هذا الانفجار؟ حتى الآن التصريحات القادمة من مدينة سامسونج تصب في ناحية أن الخطأ أو السبب هو خلال تقني حقيقة لا يتم حاليا لم يتم أي تشارة إلى وجود عمل تخريبي في هذا الأمر ولكن نؤكد على موضوع أن التحقيقات مستمرة حاليا والمسؤولين في مدينة سامسونج سوف يفصحون عن الأسباب الكاملة لهذا الحريق وفي حال كان هناك عملا تخريبيا أو عملا إرهابيا فكذلك سوف يتم الإفصاح عن هذا الأمر ولكن حتى الآن التصريحات تصب في ناحية أنه خلال تقني ما حصل في مدينة سامسونج ما المقصود بخزان وقود؟ هل الأمر مرتبط بإنتاج نفطي ما في هذه المنطقة؟ ولا خزانات التزاود بالوقود التي يتم إمداد هذه المحطات بها؟ هو خزان للزيت الذي يتم رميه فعملية غربلت الزيت أو الزيت الذي سيتم رميه أو التخلص منه في هذه المؤسسة ليس لها علاقة باستخراج النفط ولكن هو عملية تتم تخلص من هذا الزيت وهناك العديد من الخزانات بجانب بعضها البعض في واحدة من هذه الخزانات حصل الانفجار وحصل الحريق الخزانات الأخرى لم تتأثر بهذا الحريق لذلك يتم البحث حاليا عن السبب الذي أدى إلى هذا الانفجار في هذا الخزان بالذات وحسب المسؤولين الأتراك سيتم الإفصاح عن هذا الخلل إن كان خللا تقنيا أو خللا له علاقة بفعل تخليل لكن حتى اللحظة لا حديث عن أي خسائر بشرية وهذا هو المرقح أيضا عمر مستقبلا ليس فقط خسائر بشرية ولا حتى إصابات حقيقة هذا ما جاء بالتصريحات الرسمية من ولاية سامسونج لا يوجد حتى إصابات أيضا الخسائر الماتية مقتصرة على الخزان الذي حصل فيه الحريق عمر أحمد مراسلنا من العاصمة التركية أنقرى منضمن إلينا على الهواء مباشرة أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا